وفي المقابل قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو أن الاحتلال الإسرائيلي لن يسحب قواته من قطع غزة أو يطلق سراحة ألاف الأسرى الفلسطينيين وفي تصريحات له أضاف نتنياهو أن إسرائيل لن تنهي الحرب دون تحقيق جميع أهدافها والقضاء على الفصائل الفلسطينية وإعادة جميع المحتجزين وضمان أن لا تشكل غزة تهديدا للاحتلال بعد الآن اشتركوا في القناة